اشتركوا في القناة 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 كانت تدخل البرنامج ككل كاين ثانيا لماذا مثلا امليسي فاشخدت تليفون المعتقل السياسي عمر رادي لماذا تم اختيار عمر رادي؟ لأنه هو اللي كانت الحالة اللي بانت أول مرة من بعد عذبا مجموعة دي الأسماء كان صمت دي الحكومة كانت في الولتاجات الطريقة الكلاسيكية ديها هي أنها كترفض كل شيء وشي ماشي صحيح والعادة المغرب وهذا من بعد سنتين وعادة من الناس تأتيك ونحن نجد بحث ونحن نجد هذا وكان واحد الخبير ونحن نجد وكانت الخبير اللي كانوا في الوقت في الوقت التي تدخلوا الحملة ضد أخ النوش وكانوا شخص يخدم على البحرين وكانوا خبير موالو مفهام لأنهم نجدوا ارتباطات بعض الشركات الإماراتية نفس الإمارات اللي كانت دعمت أخ النوش في البرنامج وكانت تقول بليرا ما كان حملة وما كانت مستيطة لديها شعبية وانا كانت ذلك شيء كامل رادي فوكم أظن على نفس المسألات وكارير مع المغرب لا تقول لك عنوان التقرير فتقول لك نقفه مع المغرب يجب أن تقف على الحقيقة كيف تقول نقفه مع المغرب إذا لذلك أنت واخد موقف ديك وعرف رأسك مين تتقلب هذا من جاء أظن بالله هذا هو الدور وهذا مع الأسف ما قمنا به ويجب أن نقوم به كجمعية مغربية لحقوق الإنسان كذلك كأمنيستي يجب أن نناقش هذا الأمر أننا نستدعي نحن خبراء من سيتيزن لاب ويجب أن يأتي هنا وإعطاء وجهة نظرهم لا تستطرح الأمر بيغازيوس إحدى بلاغات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كانت واضحاً وأن أكثر من ذلك حتى كانت تجسس على عمر أو العلاء الثمانية الذي كانت تقالصه بهذا البروغرام بيغازيوس موقف الجمعية كانت واضحاً أننا ندين هذه المسألة ندين تجسس على النشاطاء بشكل عام ندين استعمال هذا النوع من البرامج والآن من غير هذا الشيء الذي كان هناك عمل آخر تقوم به الجمعية مع الأسف بعد مرات ما كان نشروش كل شيء لك شيء يقدر فهناك مثلاً في إفريقيا الآن هناك فريق عمل مجموعة من الدول الأنجلوساكسونية في إفريقيا التي تشغيل على هذا النوع البرامج التي تمس مجموعة لهواتيف لدقاء ما يرتبط بالأمل السيبيري وخدام الجمعية تشغل في الموضوع كنا قبل أسبوعين كنا نظرنا واحد لبروشير جلوبال اللي فيها الخطوط العريضة ديال البرنامج ونحن نشغل عليه وأظن نحتى الفكرة ديال أننا نحن أمنيستي نشوفوا خبراء ديال سيتي ذنلاب أنهم يجيوا ويشرحوا لهذا الشيء كنظن بالله هذه خطوة يجيب أن نقوم بها في الجمعية كما قلت قبل هذه التصريحات قرار البرلمان الأوروبي جاء أقل مما كنا ننتظر داخل الجمعية كنا ننتظر قرارا قويا لأن البرلمان الأوروبي والمنظومة الأوروبية دائما تتحدث على حقوق الإنسان دائما تتحدث على دور المؤسسات الأممية في مجال حقوق الإنسان فعلى الأقل البرلمان الأوروبي كان عليه أن يعتمد القرار لفريق العمل للأعتقال التأسوفي والمقررين الأمميين الذين كامل أقروا بل أكثر من ذلك في الملفات على الأقل اللي بتوفيقها يعني الملف ديال توفيق والملف ديال سليمان كان القرار واضحا على أن هؤلاء المعتقلين السياسيين ومعتقلين تعسوفيين وأنه يجب إطلاق صراحهم وتعويضهم هذا هو القرار للمقررين الأمميين الذين درسوا الملفات إذا البرلمان الأوروبي كان عليه أن يذهب إلى هذا المستوى وهذه انتظاراتنا نحن من البرلمان الأوروبي أو المتدخلين في هذا الملف لأنه لا يمكن أن تستمر هذه الظاهرة لأنه هناك مقررين أمميين هناك فريق عمل على الاعتقال التأسوفي يصدر مجموعة من القرارات ولا تجد صدى لها إذا القرار ديال البرلمان الأوروبي نعتبره بالرغم من قاعد الدجال لذلك كان محابات للدولة المغربية وممشاش كما تنقوله إلى نهاية المطاف يعني مطالبة بإطلاق صراحة المعتقلين السياسيين والتعويض ديالهم لأنه لا يمكن أن نقبل المعاناة لعناوها وتمر الأمور هكذا واللي فقط نطالبه بإطلاق صراحة إلا نطالبه بإطلاق صراحة وتعويضهم لأنهم بالفعل هم معتقلون تعسوديا لا العمار لا سليمان لا سعيد العالمي بإطلاق صراحة المعتقلين السياسيين والمدوينين في المغرب هذا من جهة ومن جهة أخرى أن نحتل الحكومة مثلا لا لحظة ولا أنه لم يكن لدينا فعل الحكومة كحكومة خلاوا البرلمانيين مجموعة هذه الجمعيات التي تتضار في حين الحكومة سكتب لأنه لا يمكن أن يأخذ قرار سياسي واضح والمشكل كان هؤلاء البرلمانيين الذين يجمعوا قبل المدة ويهدروا برلماني الأوروبي والسيادة الوطنية لا يريد أن يحضروا في هذا الكريدي الذي أعطيت أوروبا المغرب إذا كنا نتحدث عن السيادة الوطنية لا يمكن أن نطلب أن أوروبا أعطينا 80 مليون أورو لكي نحضر الحماية الجماعية للمغربة إذن هناك السيادة الوطنية التي نحضرها هذا من جهة أخرى كانت مغلطة كبيرة يجب أن تصحيحها مسألة حقوق الإنسان ليست مرتبطة بلد معين لأن كما دمت أنت موقع لمجموعة المؤهدات ومجموعة الاتفاقيات الدولية إذن أنت ملزم بالاحترام المادة الأربعة في الاتفاقية البوليتيكة ووزناج مع الاتحاد الأوروبي واضحة لأن المغرب يقول في هذه الاتفاقية أنه يعمل من أجل ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتطوير الآلية من أجل الدفاع وحماية حقوق الإنسان إذن هذا البرلمان الأوروبي والأوروبا الذي موقع مع هذه الاتفاقية ملزمة أنها تتبع معك النقطة الاتفاقية من ضمن هذه النقطة ماذا فعلتها في حقوق الإنسان ماذا فعلتها في حرية ديال التعبير إذن فش هما شافوا هذة الإفالييسيون اللي داروه بالرغم أنها جزبت أخرى من بعد رجع لهذه النقطة فش هما داروا هذة الإفالييسيون لقاوا أن مسألة ديال حرية التعبير في المغرب تعاني بشكل كبير جدا هذا كشي لاش أصدروا تلك التوصية لأن المغرب لكننا نظروا على المنظومة الأممية فالشي قدم تقرير الموقتين قدم تقرير لبير دياله الإكزامان بريوديك يونيبيرسال فمن حققه دول العالم يطالعوا على التقرير ويعطيب الملاحظات دياله سواء داخل معهم افتفاقية تنائية أو ما داخلش فما بالوك مع الاتحاد الأوروبي اللي انت داخل معه افتفاقية ديال هذه البوليتيك ديالفوزينج التي تلزمك أنك تحترم مجموعة الحقوق الإنسان السؤال الذي تطرح لماذا تقرير الحرية للتعبير بالضبط؟ لأن الحقوق الأخرى مثلا عندما نقشون الحق في الصحة ولا الحق في الشغل ولا الحق في السكن تقول لك الدولة أنني كنت أقوم بإمكانيات مالية لا أستطيع الوفر ولكن الحرية للتعبير لا تطلب من الدولة أنيفور ماتيريال لأن هذه تسمى أن تطلب فقط تدخل سلبي للدولة أن الدولة ترفع أيدها عن حرية التعبير حرية التعبير غير مكلفة لا تطلب من الدولة ستبني لي شيئا لكي نقوم بإمكاني حرية التعبير هذا من جهة من جهة أخرى حرية التعبير هي في حالة ترموماتر اللي كتقول واشهد البلاد فات ديمقراطية فيها حقوق إنسان ولا الله لأن مثلا عندما نجيل حرية التعبير ونطير هاجارك يعرف أكثر من هذه المسألة لماذا في المغرب يتم محاربة الصحافة الاستقصائية بشكل كبير جدا منذ ظهرت الحديث حول الصحافة الاستقصائية وصارت المشاكل لمعا أدين لمعا فريد مناو لمعا طيمونجيم لمعا عمار لمعا مجموعة النشطاء في مجال الصحافة وحرية التعبير اللي بغاوا يطوروا هات الصحافة الاستقصائية اللي هي تتعري عن الواقع ديال أي بلد مثلا عمار فاشخدم على أراضي الدولة أراضي خدام الدولة فاشخدم بعمس تأربية الاراضي ديالسولانيين هذا عمل ذي الصحافة الاستقصائية وهذا لم يكن في مغرب المجموعة من Auswärtنين تحاول ما امكنه أنها تحارب لان مثلا كوتure صحافة استقصائية اذن قادرة ومتطورة كنا قد كشفوا المئات الملفات 2050 تحارب الدولة ترهيب لأي واحد يحاول يفكر الشغال في الصحفة الاستقصائية